أعرف إزاي هو حصل على ترخيص ولا لا؟ أنا واحد عادي خالص داخل أشتري أونان قولي علامات أعرف بيها إذا كان هو حصل على ترخيص ولا لا؟ النقطة الأولانية يا فندم اللي أنا عايز أقول لحضراتك عليها لما أجي أشتري من أي موقع غالباً المواقع والمنصات الوهمية هتلاقيها هي اللي بتيجي لحضراتك مش أنت اللي بتروحي لها بمعنى هتلاقيها هو اللي بيجي يعرض على حضراتك خدماته أو يبتدي يدي لك عروض وهمية تاني حاجة عدم المنطقية في العروض أنا النهاردة لما بتيجي أجي أشوف منتج والمنتج ده بالزبط كده فأنا بطلق متسوق لي إحدى أو أحد المؤثرين ما هو الفكرة بقى لأن دي مش بتصق في كلامهم زي ما قالت الحضرات دي سوق سوداء رقمية يعني فيه مافيا كبيرة جداً بتشتغل في الموضوع ده ويمكن كتير من البلوجرز بينخدع في المواضيع دي لأنه بيبتدي يتم استياضه أولاً عن طريق أنه إغراءه ببعض المكاسب برضو من الموضوع ده لأن أنا عشان أدّم إصدقية للمنتج بتاعي عايز بعض المؤثرين أو بعض الناس اللي عندهم فولورز وغالباً هنلاقي ناس كتيرة من الناس اللي عندهم عدد كبير جداً من المتابعين على صفحات الفيسبوك أو حتى بعض المنصات الأخرى بيتم استغلالهم أو استدراكهم في النقطة دي للتسويق لمنتجات وهمية فإذا أنا كمستهلك لما يتعرض علي أي عرض وابتدي أشوف منتج بربع تمن أو بنص تمنه لازم يكون عندي نوع من المنطقية في أن أنا أبتدي أشوف الأسعار على المنصات الأخرى المنصات المعروفة اللي كلنا بدون ذكر أسماء اللي كلنا بنتعامل معها يا ترى المنتج ده معروض بنفس الأسعار ولا لأ تمام لازم تاني حاجة أبتدي أتأكد من في قانون حماية المستهلك زي ما حضرتك ذكرتي سياسة الموقع اللي أنا بتعامل معه في التعامل مع المنتجات لأن غالبا هتلاقي سياسات المواقع الوهمية والمنصات الوهمية لا تتبع سياسة حماية المستهلك الخضيع علي القانون الرقمية 81 لسنة 2018 واللي بيانص على أن يكون فيه هناك سياسة لاستبدال واسترجاع المنتجات دايما أنا من حق كمستهلك أنه لما يجيلي منتج وهذا المنتج غير مطابق للمواصفات يكون من حق أن أنا أسترجعه وأستبدله فغالبا المنصات دي لا تتبع هذه السياسة بتقوم بالتسويق لمنتجات غير حقيقية لا تحمل صفات الجودة في عملية خداع واضحة للمستهلك النقطة التالتة قد تقوم للتسويق لبعض المنتجات أو الأدوية ومستحضرات التجميل الغير حقيقية وكمان بيتم السياط بعض الناس فيما يسمى بالتسويق الشبكي أن أنا بجيب أحد الناس وأبتدي أعرض عليه أن أنت لو عملت تسويق للمنتج بتاعي لكل منتج أو لوحدة بتبيعها بيكون لك عائد أو مرضود من حاصل البيع للمنتج ده فبيبتدي يكون كل شخص ما يسمى تيم أو مجموعة فريق عمل موجود تحته في شكل هرمي أو شكل تسويق بنسميه تسويق الشجري يعني ويبتدي يحصل على مكاسب من الموضوع ده فهنا الحقيقة دي بتبقى فيها عمليات خداع بصورة كبيرة أنا لازم أتأكد من مواصفات المنتج بالزبط زي ما أنا رايح أشتري أي منتج اللي في النص دوله مش نصابين اللي في النص دوله بيتم استخدامهم ما هي دي بالزبط كده الصورة هي الفكرة أنه بيتم استخدامه لتحقيق مكاسب سريعة خصوصا في أن بعض الناس بتتعرض أو فأنا كمان لازم أسأل نفسي المكاسب دي جاي مني وده مطلوب جدا لازم كمان نقطة مهمة أن أنا كمان أبتدي أشوف سياسة الموقع اللي أنا بتعامل معاه الموقع ده هل بيتبع قوانين حماية المستهلك ولا لا هل لي مقر مين صاحب الموقع ده مين الشركة التابعة عليها إيه السياسة اللي بتستخدمها المنتج اللي أنا بحصل عليه هل مطابق للمواصفات ولا لا كل دي الحقيقة لازم نحطها في اعتبرنا بالزبط زي أنا عايز أي مستهلك يفكر وهو رايح يشتري أي منتج من أي برندة أو من أي مكان فعليا مش إلكتروني يعني أنا رايح أشتري منتج فأنت في خطوات معاينة بتتبعها الكلام دوت أو النصب ده حتى كان بيحصل في المنتجات حضرتك تذكري بعض المنتجات أو البرندز أو المركات الكبيرة كان بيتم عرض منتجات ويتم تغيير حرف واحد بس في اسم المنتج في عملية خداع برضو لي المستهلك فإذا أنا لازم أبتدي يكون عندي نوع من التطقيق أبتدي أبص على منطقية العروض اللي بتتقدم لي أبعد عن العروض البراقة وأبتدي أسأل نفسي ما هو لازم ما هي دي طريقة الاستياد ما هي الفكرة أنه هو بيجي لنا في الحتة اللي إحنا عايزيني بس أنا لازم أكون منطقي يعني كمان في بعض الشركات تبتدي تستخدم الناس دوت أنا واحد بالناس بيجي لي رسائل مثلا على الفيس أو حتى على الواتساب أن من خلال التسوير الإلكتروني تقدر تحصل معنا على مثلا راتب يومي من 3000 ل5000 جنيه فده مش منطقي يعني ده عملية غير منطقية تماما أن أنا أبتدي أنصاك وراء الموضوع دوت في عملية خداع كبيرة موسيقى موسيقى موسيقى